السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم أيها السابقون مرحبا بكم مع علو الهمة مرحبا بكم لنعلو وتكون رؤوسنا في السماء مرحبا بكم لنكون في صحبة النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم ثم نكون في صحبته هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في جنات الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشر ما زلنا نتحدث عن علو الهمة وبنتمنى أن كل يوم تزداد الهمة وتعلو أكثر وأكثر حتى تصل إلى عنان السماء فإن شاء الله ينسى الله عز وجل أن يغنمنا وياكم شهر رمضان ويغنمنا ليلة القدر ويعتق رقابنا جميعا من نار الجهنم اللهم أمين ما زلنا بنتكلم عن علو الهمة وكلمنا في المرة اللي فاتت عن علو الهمة الصبية الصغار أو الشباب الصغار وتكلمنا قبلها عن علو الهمة الشباب والنهاردة هنتكلم عن علو الهمة النساء درس الليلة إهداء لأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا عشان يتعلمنا إزاي تكون همة النساء وكيف كانت وكيف ستكون والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم المرأة بطبعها يا جماعة تميل إلى الدين حبة جدا للدين بل ورجالها ما يزعلش مني المرأة تبذل في الدين إذا التزمت أكثر من أكثر أكثر من رجل عندها فطرتها محبة للدين جدا ميالة بطبعها لأن مرأة بطبعها أو أكثر النساء عندهم الرومانسية والعاطفة عالية فالرومانسية دي لما بتتوجه صح ما شاء الله بتثمر الرومانسية دي لما توجهها بقى لمسألة المحبة محبة ربنا سبحانه وتعالى محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنات وأمهات المؤمنين فدي كلها بفضل لا بتثمر مع المرأة أشياء كثيرة جدا وتجدها تبذل وتعطي أشياء عظيمة جدا فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبة الأعراق والأم يعني والمرأة كما يقولون هي نصف المجتمع وتالي دولان النصف الآخر فهي المجتمع كله ربنا يحفظ نساء المسلمين ويرزقهن العفافة والحياء ويستعملهن في نصرة دين الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف أمثلة عظيمة جدا لعلو الهمة وكل مثل هنوقف معاه وناخد منه الدروس والعبرة عشان نسكت هذه المسألة على الأرض الواقعة ونستفيد بقى ونتعلم من نساء المسلمين ونساء المؤمنين ربنا يحفظهم جميعا رب العالمين أول مثل وما أقدرش أن أنا أنسى أبدا خديجة أم المؤمنين زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم خديجة مثل عظيم جدا 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 للوفاء والبذل والتطحية والعطاء امرأة ليس لها نظير على وجه الأرض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنه أرضها وظل يذكرها حتى بعدما تزوج بعدها وإلى آخر رحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس أبدا خديجة حتى كانت أمنا عائشة وده من ألطاف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تقول ما غرته من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غرته من خديجة وإني لم أدركها أمنا عائشة كانت صغير ما شافتش أمنا خديجة أصلا فبتقول إني لم أدركها ورغم ذلك ما غرتش غير منها فالإمام الذهبية رحمه الله رحمه الله رحمه الله تنسيع بيعلق بيقولوا هذا من ألطاف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمنا عائشة ما غرتش من بقيت التسعة وإنها مغارت من واحدة ماتت خلاص وده من لطف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كانت تتكدر العيشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمنا خديجة كانت أمنا عيشة كانت تغار منها فكان يذكرها دائما ويثمع عليها دائما مش بقى مغارت ما ماتت بقى خلاص الواحد بينسى زوجته يعني ده هو بينسى ويعيشة يعني فانزاي فلأ النبي عز وجل لم ينسى خديجة أبدا فكان يكثر من الثناء عليها ومن ذكرها فأمنا عائشة بتقول له خديجة خديجة كأن الله عز وجل لم يخلق إلا خديجة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقول إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد وفعلت وفعلت ويثني عليها أكثر وأكثر فأثناء مرات أمنا عائشة بتقول له إيه ما تذكر من عجوز حمراء الشتقين أبدالك الله خيرا منها حمراء الشتقين يعني إيه تعرف السنان المطوعة وتفضل الليسة الليسة تعالى بتبقى حمر وحلاوة يعني بخبالك فأيه بتقول له ما تذكر من حمراء الشتقين عجوز يعني كبرت وكده وماتت خلاص قد أبدالك الله خيرا منها أنا بكر وجميل وكده يعني فقال أبدالني الله خيرا منها لا والله ما أبدالني الله خيرا منها إنها كانت وكانت وكانت وظل النبي صلى الله عليه وسلم يثني على خديجة ويعاتب أمنا عائشة حتى قالت فظل يكررها علي شهرا كاملا حتى قلت حتى تمنيت أني ما تكلمت كلمة في حق خديجة رضي الله عنه أرضها ومنا خديجة كان لها مواقف عظيمة جدا جدا يعني لا تكاد تحصى عندها هم عالية جدا أنا ما منفعش أكون مجرد زوجة وبس ده أنا أكون زوجة وأكون مؤازرة لحبيبي وزوجي ونبيي صلى الله عليه وسلم ومنا خديجة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعف كان لسه ما بقاش نبي صلى الله عليه وسلم وأول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه جبريل في الغار وقال إقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ إلى آخر فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة وهو يرتجف ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مخضوب جدا 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 فلما يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم وهدأت أمينا خديجة من روعه فقالها والله يا خديجة لقد خشيتوا على نفسي شوف بقى الزوجة العقلة شوف المرأة التي تكون وراء زوجها اللي تثبته وتؤازله وتعينه شوف بقى الزوجة ما شاء الله من يتمنى أن الدنيا كلها تكون مثال لأمينا خديجة فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا أنت لذلك لا يمكن ربنا يخزيه أنت ما تخافش على نفسك أبدا وقل بالك ده كل ده قبل الإسلام لسه اللي بيقوله إيه بيقوله إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرد ضيف وتعينه على نوائب الحق اللي زيك وبيعمل الخير ده كله ده لا يمكن ربنا يخزيه يا سبحان الله شوف استدلت بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على أنه اللي زي ده مش ممكن يخزي أبدا مش ممكن كلا والله لا يخزيك الله أبدا وتروح معاه إلى ابن عميها وراء قبل نوف لو كان امرأة تنصرة وعندها علمه من الكتاب فلما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا ورقة هذا زوجي محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءك فاسمع إليه فنم يعني إلى آخر القصة سبحان الله فشوف مؤاذرة أمنا خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت تعطي المال الكثير الكثير الوفير من أجل يعني أنها تخدم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآذرت النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت معه في أحلك المواقف ده من ضمن المواقف العجيبة التي وقفتها أمنا خديجة لما حصلت المقاطعة بين كل قبائل كريش وبين القبيلة التي كان منها النبي صلى الله عليه وسلم خب بالك من حاجة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شعب أبي طالب طيب أمنا خديجة بتؤازل النبي صلى الله عليه وسلم وتناصر النبي صلى الله عليه وسلم طب إيه اللي دخلها شعب أبي طالب تم تقعد هي في بيتها ولما يبقى النبي يخرج من شعب أبي طالب ما خلاص ما في انتظاره أبدا تؤاذه في السراء والضراء رضي الله عنه ورضاه ونبع السلام يعرض عليها أن ترجع إلى بيتها أبدا ما تسيبوش ويجلسوا في شعب أبي طالب أديها جماعة يوم ولا اثنين ولا سنة أبدا ثلاث سنوات في شعب أبي طالب حتى وصل بهم الجوع أن أكلوا ورق الشجر في زوجة في الدنيا النهاردة ممكن تتحمل الزوج وتعيش معاه بالمنظر ده وبهذا الوفاء العجيب المنقطع النظير يعني أظن وإن كان فيه بس يعني رب لي يا رب يبارك في النساء المسلمين جميعا رب العالمين فوقفت مع نبع السلام في أحنك المواقف ودأت الهدية مضمخة من مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا إلى أمنا خديجة في اللحظات الأخيرة من حياتها يأتي جبريل كما عند مسلم يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة خديجة خارج البيب يجيب حاجة هذه خديجة قد أتتك ومعها إدام معها إناء ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب القصب اللي هو اللؤلؤ المجوف لا سخب فيه ولا نصب طبعش معنى البيت دوت من قصب اللي هو اللؤلؤ المجوف معروف إن اللؤلؤ المجوف ده بالبلد كده بلغة يعني الاستوديات يعني عازل الصوت بيمنع وصول الصوت اللي جوه البر أو اللي بره الجوه يعني معنى إيه؟ معنى إن القصر ده رغم إن الجنة كلها هدوء وجمال إلا إن القصر ده مبالغ في الهدوء الجميل اللي فيه ليه؟ قالوا لأنها لم تحوي النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما أن يرفع صوته ليطلب شيئا فكذلك لا تسمع صوتا عاليا في جنة رحمان جل وعلا فيكون لها الهدوء التام في قصر في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب رد الله عنها وأرضاهم شوف قدي وقوف أمنا خديجة خلف النبي صلى الله عليه وسلم طيب عايزين بقى نسقط المسألة ده على الأرض الواقع الزوجة النهاردة الزوجة المسلمة أين أنت من زوجك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمة حسين بن محصن يقول لها انظري قال أذا تبعني أنت؟ قالت أجل يا رسول الله فقال انظري أين أنت منهم وفي رواية قال ما تصنعين معه؟ قالت ما قالوه يعني لا أقصر في حقي فقال انظري أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك الزوج ده جنتك أو نارك يعني ممكن من خلال الزوج تخش الجنة وممكن من خلال الزوج تخش النار ربنا عافيك يا رب العالمين ونبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند ابن حبان بسند صحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها كيل لها يوم القيامة خلي الجنة من أي أبوابها شئتي من أي باب من أبواب الجنة التمانية اختار اللي أنت عزيزي وخشي من أي باب من أبواب جنة الرحمن سبحانه وتعالى شوف قدي حق الزوج على الزوجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ويقول صلى الله عليه وسلم لو أنا بالزوج كرحة فلحستها امرأته ما وفت حقه أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم شوف قديه النبي صلى الله عليه وسلم بيوضع حق الزوجة على الزوجة وبرضي الزوجة لها حق عظيم جدا ولذلك كتوصيله النبي على صلى الله عليه وسلم بالنساء في آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله Allah في النساء يعني اتقوا الله في النساء ويقوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل وأنا بقوله يا جماعة بصراحة لو إن في حب بين الزوج والزوجة ورب الكعبة لا يمكن حد يسأل فين حقوقي وفين واجباتي إن خلاس هيحدث زي بدوله كده باللغة الحببيب أعني هيحضف زوابان زوابان يعني ايه يعني انا انت وانت انا خلاص احنا ما فيش فرق ما بيننا يعني اه طبعا هو رجل وانسة بس يعني افصد يعني ايه يعني ام الاثنين كالجسد الواحد كالروح الواحدة التي نزلت فيه جسدين فيصبح فيه تآلف ويدي حتة المودة والرحمة التي اوجدها الله عز وجل بين الزوجين ان الزوج بيحب زوجته وعنده مودة ورحمة وقلفة وبيحبها ومقرص معاها وبيعزها ويتمنى لها الخير فهي دي المسألة هي دي المحبة التي تجمع بين الزوجين انما يبقى زوج بيبغض زوجته وهي تبغضه وعايشين مع بعض بس عشان نرب الأولاد وخلاص دي مش عيشة يا جماعة دي مش عيشة وبعدين نبع سام ووضح لك المسألة عشان تكون منصف قال لا يفرق مؤمنون لا يفرق يعني يكره لا يفرق مؤمنون مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر خليك منصف زوجتك مدأك فيه الله اصلا مش مهاش ست بيت يعني طيب وإيه تاني يعني ومش مهتمة أو بزنتها طيب وما سوى ذلك لا ما شاء الله انسان على خلق وعلى دين ومهذبة وانسانها جميل ومبتسمة وحبوبة ويعني ما شاء الله عليها يعني ربنا يكرمها طيب يعني عندك لها تمن صفات او تمن مميزات وفي عبين فقط التمانية دولة جنب العبين مش يعني يغلووا يعني مش سيئاتها تذوبوا في بحار حسناتها خليك منصف واخد بالك لا يفرق مؤمنهم مؤمنة انكرها منها خلقا راضية منها آخر كذلك الزوجة نفسها مش بقى يعني يزم بلا يا كفرن العشير يبقى الزوجة يعني ما شاء الله يعني زي يقوله اي صابه الشمع واخد بالك وبعدين مقدم لك كل ما فيه خير في أمر الدين والدنيا ولو غيرت غلطة تقوله ما شفتش منك خير يعني لا يعني لابد يكون فيه انصاف بين الزوج وبين الزوجة وزي ما قلت لك لو فيه حب بين الزوج والزوجة لا يمكن أبدا أنا هسأل فين حقوقي فين واجباتي حددي يلا نكتب وراء وقلم نعمل جدول دي مش عيش لا لا بدي يكون فيه محبة وفيه مواد ده والمحبة والمواد ده لازم تكون في إطار الدين من غير الدين في أمور الدنيا صدقني ورب الكعبة لا تستمر المواد ده وتفارق بقى يعني حياتنا بقى مليانة بكسس الحبيبة والدنجوانات اللي موجدين في عصرنا واخد بالك توصل يا عمال بيحبها في الجامعة 15 سنة في الجامعة وفي الشغل ويجوزوا بعد شهر أم اللي اتنين في المحكمة سبحان الله الحب ده راح فين مع أول مشكلة خلاص ده بليه اللي ما كانش لله لما لما يكون فيه حب لله سبحانه وتعالى بلا غراميات بقى ولا مخالفات شرعية ولا وقوع في معاصي ولا مقافم ولا كلام ده كله والحب يكلل بطاعة ربنا واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم تجد ما شاء الله ربنا بيحفظ الزوج والزوجة وتلاقي ما شاء الله اللي اتنين عندهم حنية وحبه ومودة البعض سبحان الله وربنا يكرهمهم بثمرة طيبة من الأولاد ييجوا ياخدهم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى تجد البيت كله مليان طاعة ومودة ورحمة بفضل الله سبحانه وتعالى بنقول الأخت المسلمة عايزين نهمتك تعالوا ونشوف نمازج عظيمة جدا من أمنا خديجة رضي الله عنها رضي الله عزيزين نموذج واثنين وثلاثة واربعة عزيزين الأمة كلها تبقى عبارة عن نمازج مودة من أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها وفي المقابل برضو عايزين أزواج برضو يعني ما شاء الله يعني محافظين على بيوتهم وعلى زوجتهم ومحافظين على أولادهم وعندهم رحمة وحنية بالمرأة الله الله في النساء خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا تعالوا نشوف المثل التاني الجميل برضو لعلو وهمة المرأة وزي مرتلك المرأة عندها نازعة دينية بتحب الدين وعندها إقبال على الله سبحانه وتعالى بس خد بأيديها خد بأيديها ووصلها للطريق بفضل الله سبحانه وتعالى وزيك هو اللي حاجة وغالا خالص كتير جدا من الشباب لما يعني 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 إذا ميجي مثلا يماشي وشايف وحدة متبارجة فيدعو عليها طب وتدعو عليها ليه طب ما أنت طرمها هتدعو هتدعو ما تدعو ليها قول يا رب هدية بدلا ما تقول يا رب انتقم يا رب طب ما تقول يا رب هدية يا رب يشرح صدرها للحجاب يا رب يكرمها يا رب بالحجاب وبزوج صالح وزرية صالحة ويدعيلها ايدعيلها في خير ولا تيأس من أحد أبدا أنا أذكر أن أخر هنا ربنا يحفظه كان فاتح محل كبير جدا في إحدى المولاد في مصر المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى هو أخ ما شاء الله لحيث والله أقدر حيا كده ستة سلندر حيا ضخمة ما شاء الله المهم يعني فقعد في المحل على الكيس وبعدين دخل البنت شبهة عارية خارس يعني 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 عيزا بالله كشف جسمه وبطنه ومشافئي وحاجة لبسة لبس يعني حاجة ربنا عفيق فالمهم دخلت يعني بتشتري شوية حزيه كده الأولادها ومشافئة والأخواتها حاجة كده فعمالة بقى بتهزر مع البيع هي مشوخ دوالها من اللحية اللي قاعدة جوه بقى تمام فعمالة تهزر طب رخصت طب مشافئة طب ما تخليها بكذا في الأخر خارس الشاب بزي فقال لها طيب حضرتك صاحب المحل فسأليه اللي انت عايزها بصت لقيت اللحية بوان زرقيته لقيت هو لو شفني كده باللفز وسمعته يعني هو لو شفني كده يغلى عليه أخطر المهم اشترت الحياة اللي عايزها ودخلت الأخ ده الأخ ده كان حاطت كتاب صغير كده نعمله اسمه ايه اختها وقفة مع نفس كتاب كوية صغير كده عن الحجاب فالمهم الأخ خد منها الفلوس ورحمت ديها الكتاب قال لها أخته دي هدية بسيطة كده إن شاء الله لابسة جلباب فتفاض ما شاء الله ودخل عليه السلام عليكم عليكم السلام فلقاها وقفة وسكتة فقال لها الفترين يا أخته إن شاء الله قلت له لأنا مش جايش تري حاجة أنا اشتريت مبارح قال لها طب أموري قلت له بعد إذنك أنا أنا عارفة طبعا ما يجوز انك تبصري بس أنا عايزك تبصري بصة ووض بصر بعدها خير يا أخت قلت له معايش بص بصر فبص بصر شبه عارية يعني قال لها قلت له أنا قال لها معقول قلت له والله العظيم والحمد لله ربنا يجزيك عنه كل خير بالاسلوب المهذب بتاعك ولما ديتني الكتاب وقرأته وفعلا لقيت إن أنا ما يمفعش إن أنا أكون بالمنظر دا والحمد لله رب العالمين أنا جاي بس عشان أشكرك ومراوحة تاني جزاكم الله خير فبقولك ما تئس من حد اوعى تئس من حد أبدا فضل الله مع الدعوة الرحيمة والاسلوب الحاني والمعاملة الطيبة بفضل الله ربنا يفتح بك القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى شوف مثال تاني بس بعد ما تصدر حبيبك صلى الله عليه وسلم آسية امرأة فرعون امرأة مين فرعون فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي قال ما علمت لكم من إله غيري ظن يعني كلمة واضحة جدا أنا ما فيش في الدولة دي إله لكم غيري أنا ورغم ذلك شوف بقى سبحان الله يعني لما فرعون انتعارفين كان شاف رؤية كده في منامه وحكاها البعض الكهنة في زمانه فقالوله بس ده هلاكك وهلاك ملكك وضيع ملكك هيكون على قد صبي من بني إسرائيل فعمله فرعون طب استشار الحشة التعبانة بتاع المم قالوله إيه طب نقتل كل الذرية اللي جاية من بني إسرائيل قال خلاص ماشي بدأ بقى يعمل إيه يتفي مع القابلة اللي بتولد النساء وكده أي واحدة هتروح تولد واحدة تاخد معها الشرطة إن كان ولد بيسلموا للشرطة هيقتلون وين كان بنت بيسيبولها وفضلوا على كده فترة كبيرة فالناس في مصر قالوا لأ انت كده هتخلصين على بني إسرائيل وهم دول الخدم بتوعنا بعد كده احنا نطر انحنا يبقى خدمين احنا نقتل سنة ونعفو سنة في السنة اللي عافع عنها اتولد فيها هارون عليه السلام وفي السنة اللي هيقتل فيها اتولد فيها موسى عليه السلام لكن تتخيل المأساة يعني المهم قد ربنا سبحانه وتعالى إن أم موسى طبعا قعد مرعوبة واستخبت طول فترة الحمل لحد دم مجي معاد الولادة وولدت سيدنا موسى عليه السلام وقعد مرعوبة وجاء وحي الإلهام بقى وحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليمن يعني تخيل بقى أشوف عقل بقى الإنسان يسعب المسألة دي ازاي لكن يكون عنده يقيم في الله فأوحينا إلى أم موسى أنا أرضعيه فإذا خفت عليه العقل بيقول خبيه خليه في عينيك حطيه في أي حتة وغطيه لا فألقيه في اليمن طب يا رب ده بحر ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وفقده كله وجاعله من المرسلين وطبعا الرسل لا يكون إلا على رأس الثلاثين أو الأربعين يعني الطمين هيعيش هيعيش سبحانه الملك وهي عندها يقيم وثقه في الله سبحانه وتعالى قد ربنا سبحانه وتعالى الجنود خلاص أرنبوا ودخلين على بيتها كنت هي حطة تابوت صوانطة كده زي مركب صغير وحطة بقى حبل كده ربطاه لما تقص تردع سيدنا موسى تمشد الحبل وتروح من تردعه ومردعه وأول ما تردعه تحطه في تابوت وتنزله في النهر وأول ما يجى حتى الجنود داخلونها بتاعتهم ساب الحبل وبعدها كده فلما بهم داخل الجنود راح تساب الحبل وفلت منها فلت منها الحبل التابوت دوت في دريته هذا كده بين الأمواج بأمر مالك الملك ومالك الملوك لا يخش مثلا على الشيرة ولا الهيلتون ولا بتاعه يعني فهم زي ساب كل دوت راح فين على قصر فرعون والجنود وقفين طبعا بالأسلحة ومستنيين وحراسة على النيل لأن كان بيته على النيل مباشرة من كده وبقدر ربنا صحيحة تعالى الحرس يلتقد موسى عليه السلام موسى عليه السلام ما كانش يعني أبيض وعيني خضرة وكلام ده كله كان أصمر وكان شكله بسيط جدا وعادي صلى الله عليه وآله وسلم لكن كان المولى عز جل حماية لموسى عليه السلام حماء بسطار شفاف رقيق لا يراه أي إنسان على وجه الارد اللي هو إيه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين يا الله بس سطار رقيق شفاف ألقاه الله عز جل على موسى عليه السلام كل من يرى موسى عليه السلام يحبه حتى جاء في بعض الآثار الضعيفة أن إبليس سألون هل أحببت أحدا من البشر يعني أبليس ده يعني كل شغلته أنه عايز دخل الدنيا الناس كلها في نار جانب ربنا عافينا قالوا هل أحببت أحدا من البشر قال أحببت رجلا واحدا رغم أم فيه قالوا من هو قال موسى قالوا لماذا قالوا لأن الله عز جل ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه المهم لما شفيته امرأة فرعون طبعا أول ما دخلوا كان من الواقف فرعون وزوجته أسيا فأول ما شفوه فيه إيه اللي في التابوت ده قالوا لهم طبعا ما تخافين لن يكون في حاجة يعني فيه إيه قالوا ده صفر صغير فأول ما شفيته أسيا لما رأت فرعون قالت كرة عين لي ولك خب بالك بيتقول لي من الكلام ده لفرعون كرة عين وخب بالك يعني يعني كرة عين يعني هو الشيء الجميل الذي تستريح وتأنس إليه النفس حتى لا تستقر العين على شيء سوى هذا الشيء يعني أجمل شيء بتحبه بصير سأحيانا تكون أنت مخلف مثلا خمس ستة أولاد لكن فيه مولد متوع جدا ومؤدب جدا وماشاء الله ويجي بوس إيديك ويجي بوس راسك ويحبك ويأبي فتقول لي هو ده اللي أنا خلفت قاله خلفت شير ده هو ده ابني فهمت زي هو ده كرة العين فكرة العين هو ما تستقره عليه العين وتأنس إليه وتحبه فإمراد فرعون بسبب هذا السطار اللي أخيك الشفاف وألقيته عليك محبة مني في ساعتها تقول لي كرة عين لي ولك خب بالك بقى في رواية ضعيفة إن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قالت لفرعون قرة عين لي ولك قال لا بل قرة عين لك أنت أما لي فلا قال جبريل فهداها الله لحبها لموسى ولم يهدي فرعون لبغضه لموسى شوف المسألة عاملة إزاي فالمهم فإيه طبعا قالت لها تقتلوه عسى إن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقم لها شارون المهم قد ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يجعل سيدنا موسى ده سبب سبب في إن امرأة فرعون دي يدخل الإيمان في قلبها وتؤمن بالله عز وجل وتكفر فرعون فرعون كان بيعبد كان يعبد من دول الله قال ما علمت لكم من إله غيري أنا أحد لكم إله غيري لا ما هو أنت الإله الأوحد خلاص فهم إزاي فكانوا يعبدون فرعون بالفعل شوف بقى خبارك بقى فتؤمن امرأة فرعون وتصبح مثلا لكل مؤمنة على وجه الأرض خبارك فرعون عرف إنها آمنت عرف إنها آمنت إزاي سبحان الله مشطة بنت فرعون قاعد عمالة بتمشط شعر بنت فرعون المشط هو إيه على الأرض فيعني المشطة قالت بسم الله نزلت على الأرض كده وبيجيب إيه المشط فقالت بنت فرعون بتقول لها إيه أبي ما بتقول بسم الله ويبتع تابر إن أبوها هو الله بتقول لها أبي قالت لها بل ربي وربك ورب أبيك الله جل جلاله أتلقى هقول لأبوه أتلقى أوليله شو بقى العقيدة ما شاء الله فدخلت قالت لأبوها يا دادي إذا في وحدة يعني بتعبد إليها تاني غيرك يعني كده يعني فما نفعش يعني البرستيج يمنع من الكلام ده مين قالت له المشطة بتاعتي فقال لها هتين فجابها أنت ليك إيه لها غيري قالت له أيوة ربي وربك الله المم راح جايبها هي وأولادها الخمسة وأمر بيعني بقرة من نحاس وفي رواية قدر فيه زيت مغلي أخبرك وبدأ بقى ياخد ولد ولد من أولادها ويلقيها في يلقي في الزيت والأم صابرة محكسة ودخال بقى حقيقة قلب الأم بقى قلب الأم هي بتشوف ابنها بينزل في الزيت ده فينفصل اللحم عن العظم في ساعتها على طول خد الإبن الأولاني وهي ما زالت ثابتها التاني ما زالت ثابتها كل ده وهي بتتذكر زكرياتها مع الابن ده بقى لما تولد وربته وأكلته وسهرت عليه وتعبت عشان واوة زكريات مؤلمة جدا لحد دما وصل للولد الأخير اللي هو كان بيرضع من ثديها فأخذ الولد من ثديها وقطرات اللبن على فمه خبالة بقى من منظر فكادت أن تفتن فأنتقى الله هذا الطفل فقال صبري يا أمه فإن نار الدنيا أهون من نار الآخرة وألقي الولد وألقية ماشطة ابنة فلعون حتى جاء في بعض روايات حسنة بعض أهل العلم وضعف بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإصابة مع راج شم رائحة جميلة جدا فقال ما هذه رائحة يا جبريل قال هذه رائحة ماشطة ابنة فلعون وأولادها هنكمل موضوع سيا برائحة فلعون في الحلقة اللي جاية الوقت يجري بينا وربنا يا جمعنا وإيكم على الخير عشان بيستعرفوا قد إيه سيرة النساء وهو علوه وهمة النساء يعني لا تشبع منه النفوس أسأل الله عز وجل أن يبارك في نساء المؤمنين وأن يحفظون لجميعنا رب العالمين وقلوا كل أخت وكل بنت وكل أم ربنا يباري فيك عايزين نهمة تعالو قراءة قرآن صيام قيام ليل ربنا يا جمعنا وإيكم في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إنا